السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معا بقناتي اكلنا بالمصري ان شاء الله النهاردة هعمل الحووشي بطريقة سهلة جدا وبسيطة كلنا بنحب الحووشي جدا وبنضعف لما بنشم رحته في الشارع المطاعم اللي بتعمل الحووشي بتعمله بطريقة مختلفة خالص عن اللي بنعملها في البيت بيبقى نفسنا نعمله في البيت بنفس الريحة اللي احنا بنشمها دي ونفس الطعام ان شاء الله النهاردة هنشوف الطريقة مع بعض ويلا بنا نبدأ ونشوف المقادير ونقول بسم الله المقادير اللي هنحتاج لها نصف كيلو من اللحمة المفرومة وهنحتاج لحمة كندوز ولو عندنا لحمة ضاني برضو هتبقى كويسة النصف كيلو لحمة بياخد نصف كيلو بصل ثلاث بصلات بحجم متوسط ولو عندنا بصل بحجم كبير يبقى هنستعمل اتنين وهنحتاج ثلاث وحدات من الفلفل الرومي ونقدر نستبدله بفلفل حامي معايا تقريبا ميت جرام من الدهنة او اللية والكمية دي مناسبة جدا مع اللحمة المفرومة وطبعا اللحمة فيها نسبة الدهن بتاعها بس ضروري ان احنا نستعين بنسبة تانية من الدهن وهو ده سر الريحة اللي احنا بنشمها في الحواوش بتاع الشارع بالاضافة طبعا للبهارات اللي بتتحط لللحمة هي دي اللي بتديها برضو طعم وريحة مع نسبة الدهن الكبيرة كمان طريقة التسوية ودي هنتكلم عنها بعدين هي دي السبب في الريحة اللي احنا بنشمها في الشارع البهارات اللي احنا هنستعملها مع الحواوش اللي هنعمله النهاردة معلقة صغيرة مليانة من البابريكا والفلفل الاسود والكمون والكوزبرة النشفة وهحتاج لمعلقة من بهارات اللحمة انا ما عنديش بهارات حواوشي لكن لو عندنا طبعا هيكون افضل بكتير ربع معلقة صغيرة من الحبهان الناعم والكبيب الصيني ونص معلقة صغيرة من القرفة والملح ويفضل ان انا استعمل بهارات الحواوشي علشان بيكون فيها حبهان ناعم مع وراء لوري مع كبيب الصيني مع جسط الطيب طبعا تركيبة كده بتخلي الحواوشي لريحة مميزة انا عشان ما عنديش بهارات الحواوشي استعملت الحبهان الناعم وجسط الطيب هفرم البصل الاول هقطعه لقطع صغيرة وهحطه في الكبة مع الفلفل الرومي طبعا هو بالفلفل الحامي بيكون ليه طعم مميز جدا هفرمه بس مش هخلي البصل ناعم قوي مجرد فارمة بسيطة بس وبعدين هضف له كمية الدهنة اللي انا محضرها او اللي ايه فارمة بسيطة برضو في الكبة وبيكون البصل والفلفل والدهنة جاهزة لو احنا بشرينها ناعم قوي بالمبشرة ممكن ما نحتاجش ان احنا نحط الدهنة مع البصل هفضي المكونات في طبق غويت وبعد كده هضف لهم نص كيلو اللحمة المفرومة اللحمة مش مطلوب ان انا افرمها في الكبة تاني هي مفرومة وش ناعم فمش محتاجة ان انا حطها في الكب بعد كده هنضيف البهارات وكده المكونات كلها مع بعض هنخلطها كويس لحد ما تبقى عجينة متماسكة اه المفروض ان انا البصل مش بشيل الميا بتاعته اه في ناس بتقول لازم نشيل الميا علشان اه عجينة الحواوش ما يبقاش فيها نسبة كبيرة من الميا وتبوش العيش اه طبعا الميا دي لها اهمية طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نشيلها اه هي دي اللي بتدي طراوة شوية للعيش من جوة اه مع كمية الدهن مش بتبوش العيش خالص واحنا هنشوف دلوقتي بعد ما هنسوي الحواوش قد ايه هو ارمش من برا والعيش طري من جوة اه هخلطه كويس او مع بعض زي ما حضراتكم شايفين اه ولازم ان احنا نخلط كويس اوي بالايد اه لحد العجينة متختلط مع بعض بالشكل ده اه طبعا في اضافات اه دي حسب الرغبة زي البقدونس والطماطم دي حسب ما بنحب اه العجينة بقت متماسكة وزي ما احنا شايفين هي مش طرية خالص مع ان فيها مية البصل اه هشلها في التلاجة لمدة نص ساعة وهجهز العيش اه انا هستعمل العيش البلدي وفيه نوع معين طبعا للعيش لو احنا هنستعمل عيش بلدي اه بنجيبهم الفرن وبنقوله عايزين عيش للحواوشي فبيجيب لنا عيش نص سوا اه فيه عيش طبعا بيبقى معمول بدقيق ابيض وده اللي بيستخدمه اغلب اه محلات الكباب اه بيكون مميز اوي معه الحواوشي بيبقى ليه ارماشة بسيطة وبيخلي العجينة بتاعة العيش من جوه لما بتشرب الدهن طرية فبيكون ليه طعم حلو قوي طبعا بخلاف اللي احنا بنعمله في البيت اه دي كلها اسرار طبعا للمحلات اه لان مش كل محلات الكباب كيب بتعمل حواوشي اه لكن اغلب اللي بيعملوا حواوشي هم محلات الجزارة اه طلعت اللحمة من التلاجة اه مجرد نص ساعة بس علشان اللحمة اه تشمع شوية اه بناخد اه جزء كده بنكوره بتبقى دي الكمية اللي احنا هنحطها جورة في العيش طبعا الكمية دي احنا حسب ما بنفضل لو بنحب ان احنا ناكل كمية اللحم كتيرة اه هنحط كمية كتيرة دي يعني حسب رغبتنا احنا اه انا باخد جزء كده وبفرده في العيش وبكده بيكون جاهز اه مش بيحتاج اي خطوات تاني هيستوي على طول اه هكمل كمية العيش كلها وقبل ما هسويه هنشوف مع بعض ان ميت البصل مش مبوشها العيش ومفوش اي حاجة خالص اه هنيجي بقى للتسوية اه اسرع طريق التسوية هي على البتجاز من فوقه بستعمل الطاصة او الجريل وبدهن العيش بتاعي الحواوشي بفرشة زيت بسيطة وبسويه على الجريل او بدهن الطاصة نفسها يعني بحط معلقة زيت في الطاصة وبعد كده ببتدي ان انا اسوي اه الحواوشي اه انما طريقة التسوية بتاعت المحلات اه برضو اه ليها كزا طريقة مش واحدة بس يعني بيسويه احيانا على شواية الفحم اه او على الجريل طبعا المخصص بالمطاعم بيكون جريل بحجم كبير اه اه او فرن الحواوشي وده اه مخصوص لتسوية الحواوشي بيشيل عدد كبير جدا وبيكون ليه باب بعد ما بيرسلوا الكمية الكبيرة دي بيقفلوا عليه اه طريقة التسوية هنا بيكون مختلفة خالص عن الشواية وعن الجريل واغلب اللي بيستعملوا الفرن ده محلات الجزارة في الاحياء الشعبية بيكون ليه ريحة مميزة جدا اه ده العيش بعد ما خلصته زي ما احنا شايفين ميت البصل مش مباوشها خالص اه هنيجي بقى للتسوية وانا هستعمل الصاجة البديلة بتاعت الفرن اه بس مش هحطها تحت خالص على النار هرفعها رف اه هتكون بعيدة شوية على النار وبعد كده هرص عليها العيش اه طبعا هتقولولي مده هنتيش العيش بفرشة زيت ليه علشان ياخد لون دهبي ويبقى مقرمش من برا اه انا حطيت العيش وقفلت عليه الفرن وصبته خمس دقايق علشان عجينة اللحم اللي جوه العيش اه تستوي شوية اه لاني النار الفرن لما بتكون عالية والعيش واخد المادة الدهنية دي العيش بيستوي اسرع وبياخد لون بسرعة وممكن العجينة اللي جوه خصوصا لو احنا عاملينها تقينة شوية اه مش هتاخد السوى الكافي بتاعها اه لكن انا اه سبتها تستوي حاجة بسيطة بعد كده هدهن العيش بفرشة الزيت زي ما حضرتكم شايفين وهسيبه بعد كده ياخد الوش الدهبي اه على الصاجة اه انا قلبت العيش وزي ما احنا شايفين فيه كمية اه دهنة بسيطة طلعة من العيش ودي بسبب اللي احنا حطيناها اه مع اللحمة اه هو ده السر اللي في المحلات ان كمية الدهنة بتكون كبيرة جدا وده بيطلع او بتسلي اول اللي عيش ما ياخد حرارة الفرن اه بتسلي من اللحمة والعيش بيشربها ويبتدي بعد كده اه يقرمش وياخد اللون الدهبي اللي احنا بنشوفه وطبعا الدهنة ده كمان سبب الريحة اللي احنا بنشمها لان طبعا بينزل على الصاجة اللي هي بتبقى في الفرن الضخم اللي احنا بنشوفه دايما عند الجزار او في المطاعم اه الدهنة ده لما بينزل على الصاجة هو اللي بيعمل الريحة الفضيعة اللي احنا دايما بنشمها وبتغرينا كلنا اه فكمية الدهن هي اللي بتتحكم في اه طريقة التسوية واللون الدهبي والريحة اللي احنا بنشمها اه لكن طبعا احنا اه اغلبنا مش بيفضل ان نحط كمية الدهن كتير او في الحواوشي وخصوصا لو احنا عاملينه في البيت فالبديل ان احنا اه هندهن العيش بفرشة زيت بالطريقة دي اه انا هقلبه على الجنبين لحد ما ياخد اللون الدهبي ده وطبعا اه التسوية دي حسب ما احنا بنفضلها يعني نقدر ان احنا نسيبه يبقى سوى زيادة لحد ما يبقى الوش مقرمش خالص اه او يكون سوى خفيف شوية اه كده العيش اللي انا حطيته اه استوى كويس قوي والوش كمان بتاعه ارمش اه نسبة الدهن و اه ميت البصل اللي في الخلطة بتاعت اللحمة ما خليها العيش طري من جوه وطبعا فرشة الزيت اللي احنا اه دهناها مع برضو نسبة الدهن اللي هي سالت معه النار اه خلت العيش يبقى مقرمش من برة بالشكل ده اه فان شاء الله لما هتساووه بالطريقة دي هتلاقوه زي بتاع المحلات بالزبط مقرمش من برة وطري من جوه اه بالطريقة دي انا خلصت الحواشي سويته فرن البتجاز بطريقة قريبة جدا جدا من طريقة المحلات اللحمة مستوية من جوه العيش كمان اه زي ما حضراتكم شايفين فيه ارمشة من برة لكن في نفس الوقت هنلاقيه طري من جوه والطريقة دي دايما بنلاحظها في الحواشي اللي احنا بنجيبه من برة واحنا بنكله بنلاحظ ان فيه ارمشة لكن القلب بتاع العيش او اللبابة بتاعت العيش بتكون طريقة من جوه اه كمان الريحة نفس الريحة بالزبط اه الارمشة دي طبعا زي ما قلت اه بيتحكم فيها نسبة الدهن ولو احنا عايزين النسبة تبقى قليلة فهندهنه فورشة زيت زي ما حضراتكم شفته اتمنى ان طريقة النهاردة اه تعجب حضراتكم ولو عجبتكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي بيشوفها الاول مرة علشان بازن الله تجبر وتستمر دايما بتشجيعكم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر